قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ان ازمة نقص عقار سوفالدي بالصيدلات كانت بسبب خروج العقار من المطار مشيرا الى انه تم حل الازمة والعقار متوفر في جميع الصيدليات واماكن التوزيع في مصر التقرير التالي يعرض ازمة توافر عقار سوفالدي لمرضى فيروسي حالة من الغضب الشديد تنتشر بين مرضى فيروسي نتيجة للنقص الشديد في عقار سوفالدي في الصابليات وهو ما يرجو الاحتجاز شحنة الدواء الموردة من الشركة الامريكية للعقار الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عاقد اجتماعا طريقا للوقوف على اسباب الازمة والتوصل الى حل لها حيث اعلن الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافعة الفيروسات الكابدية انه تم حل مشكلة اختفاء السوفالدي بعد توفير البنك المركزي ل4 ملايين دولار للافراج الجمركي عن الشحنات البالغ عددها 16500 عبوة كما استطاع البنك توفير المبلغ المطلوب لاستيراد 25000 جرعة خلال الايام المقبلة وزارة الصحة اكدت على تواجد العقار بمراكز الكابد التابعة للوزارة بداية من السبت المقبلة على ان يتم توفير السوفالدي المنتج في مصر محليا بها خلال اسبوع لاول مرة خاصة وانه حاليا متوفر في الصيدليات وهيئة التأمين الصحية